تكلفة إدارة تلك المؤسسة سؤال إضافي بعد إذن حضرتك بالنسبة للدرايب على المشاريع المؤولات عامة بتبقى تقريباً كم في المئة لا دي على حسب الماركت أنا صراحة أنا بقى لي فترة كتيرة مشتغلتش في مصر فمش فاكر كم الرقم ده بالضبط فمش عاوز أقول كلام يعني فينا سنة معانا سنة ما شاء الله يعني ممكن يقولوا كلام ده حسن مني كتير بس أنا مش فاكر صراحة يا كام دلوقتي تمام حضرتك شكرا لحضرتك عفوا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أمين يا رب شكرا للمشاهدة 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 لتعمل معزوم كثير دكتور خدايك هتعمل سلايد شو عشان نكبر البرزنتيشن وقت الوقت الوقت المحركة تبدأ انا مستنيك تقولي ابدأ عشان نبدأ تمام هول غرفة اكتمرت فنحن ممكن نبدأ دي بقيت تفضلي دكتور والله استمع حسنا الصورة واضحة والصوت واضح بس الاول تمام ممتازة دكتور تفضلي تمام سلام عليكم جميعا يا ربي كون الجميع بخير واحسن حال ويعني صحتهم كويسة والاهل كلهم كويسين ان شاء الله النهاردة تعتبر اول محاضرة في الكورس المرة اللي فاتت احنا بس غطينا البيزيكس وغطينا يعني احنا هنعمل ايه في الكورس فالنهاردة ان شاء الله هنبدأ نغطي اول توبيك اللي هو مبدئيا عشان بس يعني الناس تبقى عارفة الكلام بيتجاب منين اغلب الكلام يعني بزات في كل الكورسات اللي هي البيزيكس بتاعت الكون يعني الكلام ده دول يعني بيعتبرهم اللي هم امهات الكتب اللي هو بتاع احنا بنسميهم حتى الدكاترة بتاع الكون بيقولك بيرفوي ونانلي بيرفوي اللي هو يعني الفرست اوثر بتاع الكتاب ده اللي هو الاستمتينج كونستركشن كوست ونانلي اللي هو كونستركشن ميثلز المانجموط فده هو اللي انت اغلب اي حد بيدي كورس بيدي كورس كوست بيبقى بيشتغل بالاتنين دول في غالب فده بس المصادر واضحة ازاي بحس يعني وانا برضو بحطهم في المصادر كده كده باخر المحاضر بس برضو عشان خطر يعني الناس اللي افهمت دي ماشي ازاي لو حابت هي بعد كده ترجع لنفسها تشتغل هي لنفسها تمام فدي الكورس ماب اللي احنا حطناها المرة اللي فاتت بزي ما احنا قلنا عندنا جزئين استمتينج واناليسيس والاستمتينج فيه الراف والديتيلد وكده فالنهار ده احنا نغطي اول موضوع اللي هو بتعا الأرف استميتينج تمام فانت عشان ترامل الراف استميتينج مبدئين ايه هو الراف استميتينج زي ما احنا نقشت لمرة فاتت الراف استميتينج هو مقاف يعني اللي هو بتعمل تقدير مبدئي تقدير مبدئي ده ممكن تستعملهك حاج sabe ممكن تستعملهه في الفيزاIbility study انتو الله مثلا بتشوف اصلا؟ انا اخش العطى على المشروع ده ولا ام الاول هل أنا عندي غطاء مالي أسمحني أن أخذش في حاجة زي كده ولا لا هل قدراتي على مشروع زي ده هقدر أسد فيه ولا لا فده بكده بس يعني دي البيزيك ستيبس بتاعتك فأول حاجة بتعمل اللي هو الرف استيميتيك فالرف استيميتيك بينقسم الخطوتين أول خطوة إن أنت تجيب مبلغ اللي هو الرف كوس كالكوليش إنك تجيب مبلغ مقارب اللي أنا قدر أعمله في المشروع ده يعني المشروع ده يقف علي بكذا أنا مثلا بيزد على الديتا السابقة اللي عندي أنت مثلا بتعمل فيلا مثلا فأنت قبل كده أنا فيستي فيلا مش عارف إيه فدايما الفلا الأبرج بتاعها مثلا بخمسة مليون ستة مليون فده الرف كالكوليشن بتاعتك اللي هو في النهاية الفلا هتقف عليها بخمسة ستة مليون فده اللي هو الرف كوس كالكوليشن بتعملها إزاي؟ فيه ثلاث طرق بتتعمل بيها فيه أول حاجة الكوس بريونت يعني أن أنت تحسب الكوس بيزد على الوحدة يعني مثلا أنت مثلا بتصعر فندق بشكل سريع فتقول والله بعاد الغرف والله الفندق يعني الغرفة مثلا في الفندق مثلا في المتوسط بتقف عليها بإكس فده الفندق ده ميت غرفة خمس نجوم فهيبقى ميت إكس فده عن طريق اليونت وحدات بتاعة المشروع نفسه وهنجلها بالتفصيل تاني حاجة اللي هي بتستعمل الparameter cost estimate أولنا كتستعمل parametric models يعني إيه parameter؟ parameter يعني متغير فأنت في النهاية بتدخل بعض المتغيرات كذا متغير ومنهم بتقدر تقيم ودي منشوفها كتير مثلا في الناس اللي هم يعني عندهم مثلا خبرة في السوق 20 سنة 30 سنة وتيجوا تقولوا اديني كده تأدير جزافي أو تسعير مبدئي للكلام ده فهو غالبا بيعمل parametric model ده بس في دماغه اللي هو بيعمل ايه؟ قولي مساحتها كام؟ هتطلع كم دور؟ في بادروم ولا مفيش؟ بتحفر في أرض رملة ولا طينا ولا طفلة ولا ايه بالضبط فهو عمل ايه؟ عن طريق كذا parameter هو عنده أو كذا متغير عنده في المشروع منها بيدي التأدير فبعاد الأدوار بالمساحة في بادروم ولا مفيش بادروم تشتيب شكله ايه؟ منها بيقدر يقولك تقريبا هتبقى بكذا دي تاني طريقة تالت طريقة عشان تجيب الرف calculation ان انت يكون عندك أخدير جزئي للأسعار آسف آسف للكيميات انت عندك partial QTOS فانت مثلا عندك مثلا جزء مثلا من الخرصانات فمنها هتضربها في عاد الأدوار مع انها مختلفة بس تقريبا بتقولها تبقى بكذا ومنها تبدأ تحسب ما عندكش مثلا كميات أطول الموسير مثلا بتاعة الصحي أو الكهرباء كان بالضبط بس انت عندك الجزء منها جزء بتاع دور فانت بتحاول تتعامل به أو جزء بتاع مثلا شقة مش شقة فتتبدأ تتعامل به وتحسب به وتعممه على بقية الحاجات فانت عندك تقدير جزئي ومنه بتحاول تعممه فده كده الجزء اللي هو ازاي بجيب الرفق اسمت في الأول جبت الرفق اسمت بعد كده بتعمل شوية تعديلات بقى زي مثلا ايه انت زي ما قولنا تعال مثلا نتكلم على المسال اللي احنا قلناه اللي هو بتاع الرجل الخبير اللي هو بيعرف يعملها في دماغه نقول لك والله الفيلا دي هتقب بخمسة مليون هو جاب الخمسة مليون دي منين أو ستة مليون دي منين بناء على مشاريع سابقة في دماغه طب تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تعدل الكلام طب التاريخ امتى؟ هل مثلا الخمسة مليون دي مثلا على فيلا اللي هو كان عاملها مثلا من خمس سنين؟ فاحنا محتاجين نشوف التضخم وتغير الأسعار في خمس سنين من خمس سنين كانوا كام وتعلي السعر في الكلام ده ممكن مثلا تضخم بغلاء الأسعار بمش عارف ايه مثلا 20% فانت هتدرب الخمسة مليون دي في 1.2 عشان تعود فرق الوقت على حسب اللوكيشن بتاعك المكان انك مثلا بتبني فيلا مثلا في التجمع هتختلف مثلا تكلفتها انك مثلا بتبنيها في في مكان مثلا في قرية مثلا في وسط الاهلين العمالة نفسها أسعارها هتختلف المواد والتشوين والكلام ده أسعاره بتختلف لان الريجوليشنز نفسها هتختلف بتبني أكتر كمان قوي مثلا في في أمريكا ليه أمريكا؟ أن أمريكا يعني كل ولاية وكل مدينة ممكن يكون لها قوانية مختلفة تماما عن الثاني فلو انت مثلا بتدير مشروع هناك بتلاقي مثلا لا في مشروع يعني تلاقي الفاكتور يعني انت مثلا بتعمل مثلا مشروع في نيويورك أو أصاد مشروع في حتة قروية لا ممكن تكون القصة ضعفين ثلاث أضعاف على حسب يعني فالفاكتور لا بيبقى فيه فورق كبيرة جدا فعلى حسب المكان الذي بشتغل فيه على حسب الحجم يعني في النهاية انت مثلا لما بتعمل حاجة مثلا لما بتعمل حسابات مثلا مبنى عشرة دوار غير لمبنى 100 دور ده كده أصلا دخ ماينفعش أصلا تستعمل الستمت ده ده الكاتيجوري غير ده هنا بتتكلم في كاتيجوري مبنى عادي سكني هي بتتكلم في 100 دور ممكن يبقى ناطحة سحاب ناطحة سحاب مثلا فالحسابات بتختلف تماما فعلى حسب الحجم بلازم بتعمل adjustment للحجم ففيه فاكتورز كتير اوي مثلا على حسب الوضع الاقتصادي بتاعك شكله ايه على حسب العملة والتغيرات اللي بتحصل فيها فلازم بتاخد في اعتبارك الكوس دي بتبدأ تعدلها بفاكتورز بعد كده اللي هي التغيرات عشان تعمل fitting للديتا الاديمة دي في المشروع الجديد بتاعي تماما فلو اتكلمنا على اول حاجة اوه انا ننسيت اقول حاجة ثانية في الموضوع اللي هو بتاع rough cost calculation كل طريقة من دول لها دقة نظريا طول ما او عمليا مش نظريا الدقة بتزيد يعني الparametric او الparameter بتبقى دقتها احسن من cost per unit لان فيه ديتا اكتر بتعمل بياه انا مش مجرد بتعمل وبقول كم او ده وخلاص بتاعي الفندق لا دي انا بقول كم دور فيه بدروم ولا ما فيش المساحة ادي ايه كلام مني فنظريا هتديك تخيل ال cost احسن وكذلك الparametric هي الدقة بتاعتها اعلى من الاثنين اللي قبلية ليه دي انا لا دي انا عملت حصر فعلي وبدأت اشتغل في المشروع فطبيعا ان انا يبقى عندي estimate دقته اعلى من الاثنين اللي قبلية التلاتة ما زالوا rough يعني التلاتة دول انت مينفعش تطلع بيهم وتقول انا هتطلع منهم العطة او البيد اللي هقدمه على المشروع ده انك ساعته يعني بتضيع ناسك انت رسا ما عندكش تكلفة كويس اسف estimate للتكلفة كويس ولا بقى لو انت بقى هتاخد بقى هتاخد مثلا contingency وريسك عالي جدا فساعته يبقى سعر البيد بتاعك عالي جدا فاي حد تاني هيكسبك تمام فلو كلمنا الاول حاجة اللي هي cost per unit بتكون ليها كذا شكل ممكن تبع لحسب ال function زي مثلا لو مستشفى يقولك المستشفى بتحسينها بالسرير المستشفى دي بتشيل كم سرير او الفندق يقولك بشيل كم نزيل او بشيل كم قوضة لو جراج بشيل كم عربية لو مستشفى بتبقى عالد الطلبة فاستعب بتبقى unit cost بمجرد ال function فانت في النهاية بيبقى عندك data والله المستشفى السرير بيتكلف كذا وانت عاوز تعمل المستشفى ساعتها مثلا الف سرير او ميت سرير اي ان كان فنظريا قد تقدير مبدأي هتوقف عليك خمسين مليون مثلا فممكن بال function وبتمشى مع انواع دي كويس تاني حاجة ممكن بالمساحة فمسلا مبنى ساكني فانت بتقول والله هي المساحة كذا مساحته مثلا خمسمية متر الف متر اي ان كان او مصنع فممكن مساحته تبقى بالمتر مربع ممكن بالحجم المصنع برضه كثير من الاحيان برضه بالحجم مش بالمساحة على حسب شكل نوع المصنع ايه المخازن بالذات المخازن لما بيعمل لها استمت بقول لك والله المخازن مكعبه قد ايه او حجمه قد ايه او لو انت مثلا بتعمل خزان مية فده فلما بتجي تعمله الرف استمت بتاعه بتقوله والله الخزان ده ساعته كم ومنها بتجيب الرف استمت بتعمل الحزبة بتاعتك ممكن باللينث او بالطول ده بيزداد في المشاريع الانفراستركش او ايه في المشاريع اللينير اللي هي مثلا زي طريق خط موسير خط الكهرباء فالاسمت بيقى مثلا بكم كيلو الخط الكهرباء ده يمشي او الطريق ده يمشي كم كيلو ومثلا بيه كاتيجوريز مثلا عدل حراط ومثلا تلقي عندك مثلا جدول مثلا في طريق حرطين اربع حراط ستة حراط كلام من ده وبقولك والله الكيلو للطريق الحرطين بكزة كيلو الاربع حراط بكزة كيلو ستة طبعا ده مش السعر ده تاني الاستمت ستة حراط بكزة ففي النهاية بتضربه في الطول بتاعك منه بتجيب التقدير المبدئي الحزبة ببساطة ان انت بتقول والله الكوست اسمت هو عبارة عن الكوست بتاعت اليونت مثلا لمثال الطريق مثلا ففي النهاية هيبقى اللي هو تكلفة الكيلو الواحد بكام مضروف في عادل كيلو ويت او number of units اللي هو طول الطريق فده بيديك الاسمت المبدئي ساعات الناس يعني بتحاول تعمل حاجة اكثر دقة بتقولك لا احنا بنعملها بالويتد unit cost يعني بالطريقة اللي هو انا بحسب انا عندي مثلا انا عندي بتاعت كزة مشروع قديم فبحسب من خلالها فلو قلنا مثلا انا انت مثلا عندك شركة مثلا عملت قبل كده مثلا عشر مباني مقربة للمبنى انت عاوست عمله دلوقتي او اربع مباني مثلا فانت بتقول والله انت عندك هنا المبنى نفسه A B C D E خمس مباني مثلا انت عملتهم قبل كده وكان تكلفة المتر المربع بكزا 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 دي الحاجات القديمة بتاعتك ففي النهاية محتاج تعمل ايه بتشوف ثلاث حاجات بتشوف اعلى واحد فيهم في التكلفة كان كام مفترض مثلا انه هو كان ايه كان اعلى واحد فيهم في التكلفة تكلفة المتر المربع فيه في المشروع ده كانت عالي قوي ده اللي هو بنسميه ايه اللي هو C S F اعلى واحد اللي هو maximum unit cost وتشوف اقل واحد كان بكزا طلع مسلا كان D مثلا فالده كانت اقل تكلفة فده اللي هو الفاكتور ايه اللي هو اقل واحد فيهم في التكلفة والB اللي هو المتوسط بتاع ال6 دول دازا اتدازا 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 اتداذا اتدازا دا على 5 بس فدول ثلاثة فاكتورز انت جايبهم الديتات بتاعتك انت عندك ديتا بتاعت 5 مشاريع قديمة يعني إلى حد ما قريبة فانت قلت والله الخمسة دول بتجيب أعلى واحد فيهم كتكلفة اللي هو إيه أقل واحد فيهم اللي هو إيه أعلى واحد فيهم اللي هو سي والمتوسط بتاع كل المشاريع اللي هو بي فإيه زائد 4 بيه زائد سي على الستة بيديك رقم تقريبي هل ده يعني أحسن طريقة أو ده قرآن أو كلام من ده لا ده مجرد طريقة تقريبية بنسميها لها الويتد يونيت كوست لو أنت عندك ديتا كتير جدا فانت لا ده ممكن تعمل حاجات يعني يعني قوية جدا وامتازة انت لو أنت عندك ديتا كتير قوي لا ده ممكن يعني تعمل بشكل إحصائي ممكن تعمل رجريشن ممكن تعمل حاجات كتير قوي بس يعني ده يعني الطريقة مبسطة وانت بتستعمل في بعض الأحيان تمام بعد كده تكلفة الوحدة تكلفة الوحدة هنا هتبقى استاني واحدة تمام بتجيب منين تكلفة الوحدة بتاعتك احنا كده يعني اتكلمنا ان احنا زي ما احنا قلنا عشان احسب محتاج حاجتين تكلفة الوحدة وعادة الوحدات تكلفة الوحدة دي بجيبها منين فعندك حاجتين اما انت تكون عندك ريكورد في الشركة بتاعتك انت قريدي عندك ديتا بتبدأ تستعملها او ان انت بتعتمد على ديتا منشورة يعني ديتا هي متواجدة لو انت ديتا بتاعتك انت بياما مثلا بتاعتمد مشاريع سابقة زي ما تكلمنا من شوية ياما انت عندك انترنال ديتا انت الشركة عندك مثلا شركة كبيرة فانت عندكم زي ديتا بيز في ناس مسؤولة عنها وبتحدثها كل شوية تقولك والله فسواء في الكوست التفصيلي مثلا تقولك مثلا متر الرخام بيقف علينا بكزا متر مش عارف ايه بكزا والكوست الاجمالي موجودة عندك وبيعملوا الأفريج فبيقولك والله في المباني لو هتعمل عمارة بتكلفة المتر مربع بتقف عليك بكزا لو طريق الكيلو بيقف بكزا فانت عندك انترنال كوست ديتا مش مجرد انت عندك مشاريع سابقة لا ده انت بقى عندك ديتا بروسيس وجهس او ان انت عندك السبليرز بتوعك يقدروا يدوك ديتا على طول فانت بتقولهم والله انا عاوز اعمل كزا فهو يقولك ده هيبقى بكزا فهيما انت عندك الديتا بتاعتك او المصدر التاني ان انت تبقى عندك ريكوردز منشورة يعني الحكومة مثلا بتنزل مثلا اسعار متوسط الاسعار مثلا لكل سنة للسوق او ممكن اصدار ربع السنوي او سنوي اي ان كان الناس مثلا بتعمل مثلا ابحاث مثلا وبتنشر مثلا حاجة مثلا خارجة مثلا من جامعة القاهرة مثلا او اي ان كان او حاجة برايفت يعني مثلا الشرك في شركة بتعمل كتاب يعني هي شغلتها ان هي بتبيع ديتا هي الشركة بتقول انا بيبيع لك حاجة زي مثلا كتاب بيقولك ده الاصدار السنوي الاسعار بتاعت السوق فهو بيعمل ايه هو البرودكت بتاعته هو الديتا بيعمل زي تجميع الديتا كلها بيقولك والله التكلفة كزا طبعا بيقى فيها تفصيل وكل خلينا احبنتكلم على كل دلوقتي عشان احبنتكلم على الجزء اللي هو الرف بيقولك والله اه يعني بيز ده عديتها بتاعت السوق المصري احنا عملنا حصر مثلا عشر تلاف مشروع مشابه اللي انت عايز تعمله والبيز ده عالكلام ده متر المباني لو عمارة لو رايز اللي هي مثلا من من دور واحد لخمس دوار مثلا بتقف بكزا فدي ثلاث مساطر طيب لو انا عندي المصدرين انا استعمل ايه؟ المفروض على حسب الدقة اللي عندك يعني على حسب انت شايف انه الديتا اقرب ومور ريلايابر يعني ممكن يكون انت عندك شوية بريفيس برويجكس بس ثم بعاد قوي عنك فساعتها يعني مش هيتبقى ليها ساعتها ممكن تقول لا فيه حاجات مثلا في الناس التعوريسيشي منازلين حاجات اقرب ليه وارقامها تبقى احسن بالنسبة لي في كثير من الاحيان طبعا لو انت عندك قريدي شغال بنفس المشروع يعني نفس المشاريع بشكل متواصل فساعتها لا يبقى الان ديتا بتاعتك هتبقى احسن اللي انت بتعتمد على اللي اخدا في اعتبارها الكوست بتاعت المؤسسة بتاعتك الموردين بتوعك هي معتمدة على الناس بتوعك الموردين بتوعك فدي تبقى اقرب ليك انتا وتبقى اكثر دقة غير ان دي مجارب متوسطات للبلد كلها او اي ان كان هم بيعملوا الديتا بيقسموها ازاي فدي مصادر اللي بتجيب منها الكوستوفيونيت طيب نتكلم على امثل دي مثلا ده مثلا متوسطات متخدة من شركة اللي هي Econ مش عافز كنتبول اسمها صح ولا غلط بس يعني سامحوا فدول مثلا ايه هي دي شركة ملتينشنال بتشتغل في الكونستركشن في كذا بلا فهي بتعم بتحسب التكلفة للمتر مربع هو بتقولك والله لو انت بتبني مبنى اداري standard office high rice هي بقولك والله لو انت مس هتعمله في دبي هيقف عليك حوالي مثلا 1900 دولار امريكي للمتر مربع فانت بتكلفة انت عندك ارض مثلا 1000 متر وعاوز تعلم مبنى اداري في دبي فبتقول ايه انا والله المبنى هيقف عليك بكم 1000 متر مضروبة في 1900 ده تقدير جزائي كده rough estimate لو انه هعمله في دبي لو انت هتعمله في هونج كونج مثلا هيقف عليك ب 3300 مثلا لو انت مثلا هتعمله في لندن هيقف عليك بربعة ونص دولار امريكي نفس الكلام مثلا لو انت مثلا جاي بتعمل فندق خمس نجوم فانفس الكلام لو انت عندك مثلا فندق هتعمله في دبي خمس نجوم هيقف عليك بحوالي مثلا قول مثلا 380 مثلا 380 دولار 380 ألف دولار للمفتاح هنا بيحسبه بالمفتاح مش بالمتر مربع فعلى حسب نوع المبنى بدت بقى تحسب وتدقى تشوف ومجرد تجيب تقدير جزافي فده مثلا لو ديتها بتاعت شركة ده برضو مدت بتاعت نفس الشركة عاملها بشكل تاني طيب انا دلوقتي دي كان مركزين مثلا على منطقة العربية بتاعتني فوالله مثلا هنا بيقول لك مثلا التابولوجي اللي هو النوع المبنى ايه سكني كوميرشيو ريتيل صناعي وبيقول لك يعني وبيديك رينج فبقول لك والله الرينج يا مثلا لو انت هتعمل مبنى لو رايز في الامارات في دبي اه 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 اعتروا روح ما بين الف لالف خمسمة وخمسين ايه ده ايه دولار امريكي للمتر مربع وهكذا فده تبقى ديتها عندك انت في الشركة هي الشركة يعني بيزد على المشاريع السابقة بتاعتها وبيزد على الابحاس في تيم مخصوص في الفريق بتاع الكوست استيميتينج والكلام ده هو متخصص في انه يطلع الديتا دي بحس انت مثلا انت كمانجر مثلا انت بتحاول تاخد قرار نخدش في المشروع ده ولا نخدش في المراسة دي ولا فعندك الديتا بيز بتاعتك فده مثلا الكوست بتاعت البلدينكوست ده مثلا نفس الكلام بس مثلا الميكانيكال والالكتريكال تمام دي مثلا شركة تانية اللي هي كولرز فهنا مثلا بيتكلموا على دي برضو كانت في الامارات فبيتكلموا والله على المبنى مثلا فانت مثلا بتعمل مثلا فيلا ميديم اسبيكيشن يعني تشطيب متوسط فالمتر المربع هيقف عليك من 3.490 الى 4.277 لو هاي اسبيكيشن يعني فيلا تشطيب عالي هتوقف عليك بابنى غدا وهكذا فارجو كده تكوني الفكرة الواضحة تماما لو هنتكلم بقى على شغل احترافي قوي زي ما قلنا قبل كده في المصادر ممكن يكون عندك 3 اشكال فالناس اللي هم بتوع الكميرشال او البرائفت اللي هي الشركة شغلتها ان هي بتوفر ريكوردس للكوس انت تحسب بياه يعني هي شغلتها نية يتوفرلك ديتا وتعمل بها الاسم بتاعك فمن احسن يعني.. فأمريكا مثلا من الناس القوي اوي اللي هو شركة جوردين دي شغلتهم ان هم بيوفروا ديتا للكوس الاستماتي طبعا الشركة طبعا لي اعني انشطة متعددة بيعابلوا مثلا الموديلينج بيعابلوا بيبيعوا ديتا للناس معنا بيديوا استماتس للناس فاليوم اصدار كتير او فمثلا كل سنة بيصدروا كذا اصدار فده مثلا ده مثلا الريزينشل ريبيرز والريمودلين في الاعمال ده كتاب كامل 700-800 صفحة مثلا عبارة عن الاسعار اللي بتستعملها لو انت بتعمل ريبير او ريمودلينج المبنى بتاعك ده كتاب كامل للسكوير فوت كوست كتاب كامل للتكلفة كتاب كامل المشاريع اللي هي في كونستراكشن ريزينشل ميكانيكال كوست السايت وورك واللاندسكيب كوست البلومين كوست الفاسيليتز الكميرشل رينوفيشن انك بس بتعمل تطوير لحاجة كوميرشل مبنى تجاري اليارد ستك بتاعتي الكوستينج اسيمبلز فاسيليتينز والريبير كوست الكونكريت والميسنري كوست كتاب كامل اوبن شوب بيلدينج كوست الليبور ريتز لو لايت كوميرشل كوست الكريكال اوردور change في الانتشور الانتيريور واخيرا مسلا البيلدينج كونستراكشن كوست فدي شركة هي متخصصة ان هي بتنتج ديتا لالمنتج الاسيب تحت انهم بيعملوا سيرفيينج للماركت طول السنة عشان يجي في اخر السنة يقولك ده السنة دي ان شاء الله احنا متوقعين الكوست امشى في الانتجاه ده فحنا مسلا انا مسلا هنا مسلا لما هنستعقى هنتكلم في الكورس انا مسلا هستعمل الكتاب اللي هو building construction كوست لا اقرب حاجة ليدا تمام فاي كتاب من دول فبتلاقي فيه الحاجتين بتلاقي فيه التفصيلي بس احنا النهاردة بنتكلم على الرف وهتلاقي فيه برضو الجداول بتاعة الرف وزي ما ادينا مثال للماركت بتاعنا نشوف مثال بتاع الشغل اللي هو يعني الاحترافي او يعمل ازاي فده مسلا الكلام على الشغل بتاعهم بشكل عام فهو بيقولك يعني بتاعته بتاعته اسف الديتا بتاعته فهو بيقولك يعني 22000 ساعة في السنة research hours يعني فيه 22000 ساعة عمل بيتحطوا عشان خاطر يجيبوا الديتا دي عشان في الاخر يعني اتنين ونشئين قد يساعدوا عشان يجيبوا الone comprehensive database طب انت انتاجك ايه ياما بيديك اللي هي الكوست تاعت كل البنود ياما بيديك مقارنات في الماركت والكلام ده ياما عنده parametric models يعني هو عنده model وهنباني قوله بالتفصيل لما لما على نوص الاخر المحاضر لك تفهم قصدي اكتر model اللي احنا بنحسب به فهو بيعمل لك models فده مسلا احد المنتجات بتاعت الشركة بتاعته فلو مسلا بصينا مسلا على table of content بتاعته فهو مسلا بيتكلم على ايه فمسلا من صفحة 4 لصفحة 729 pure cost مفصلة وبعد كده بيبدأ يقول لك بقى ايه طب الله لو project cost يعني حاجات العامة بتاعتنا دي اللي احنا مهتمين بيها النهاردة اللي بتاعترف استيميتي فنيجي هنا مسلا ده مثال من الكتاب ده اصدار 2019 طبعا يعني دي صورة لازم اصورها ولازم قولي هي منين وحتى استعمل تاعته 2019 مش 2020 حسن بقى قديم احتراما للcopy rights بتاعتهم فهنا مثلا بيقول لك ايه فهنا بيحسب مثلا بال square foot النوع المشروع ده على الكلام ده على امريكا فهو قولك مثلا مشروع مثلا مطاعم فالشغل المعماري عنده كذا كتجوري الشغل المعماري شغل السباكة شغل الميكانيكال شغل ايكتكل وفي الاخر التوتر بيقول لك والله الunit cost اللي هو مقسمها بالليها القوارتائل اللي هو الربع الاول بأفرنج كذا الميديان كذا الديتا اللاست قوارتائل بكذا فالunit cost فمثلا اللي احنا هناخد التوتل فمتوسط الunit cost للسكوير فيت او القدم المربع للمطعم هتقف عليك ب335 دولار دي التكلفة بس فده شكل ده شكل مثلا الديتابيز لو انت عاوز تعمل رفء تستعمدها في رفء بيقول لك والله النوع عن بابنا كذا بيقسمها بالبنود وقال كده بيديك التوتر وبيحاول يديك يعني نظرة احصائية شوية لو زي مثلا ما كان قبل كده فيه شركات بتعملها بـ هنا هنا عملها بشكل احصائي اكتر شوية وعملها بالفيرس كوارتايل والفورث كوارتايل بس فده بالنسبة للجزء ده فكده احنا يعني لحد كده النقطة دي كده احنا اتكلمنا على الجزء الاولاني اللي هو ان انا بجيب المبلغ كام المبلغ اللي هو هدفعه اللي هو جيبت عبارة عن الكمية بتاعتي مضروبة في اليونيت بتاعت الكمية زي ما كان مثلا في الفونكشن وكونا بيقول مثلا تكلفة السرير الواحد في المستشفى مضروبة في عاد السرير لو مبنى تكلفة المتر مربع مضروبة في عاد في مساحة المبنى بتاعي يتبقى ايه النقطة التانية اللي احنا قلنا عليه انه ازاي اعمل او ازاي ازاي ازبط الكوست بقى بتاعتي عشان تتناسب مع المشروع بتاعي حاليا فبشكل عام ال ال عبارة عن ايه الكوست اللي انا عاوز اجيبها بتاعبارها عن ايه الكوست اللي انا لسه جيبها بيزدع المشروع القديمة وعمل لها فكتوريزيش يعني عامل ايه اضربها في الفكتور القديم وأسف اضربها في الفكتور الجديد وأسف على الفكتور القديم يعني على سبيل المثال مثلا لو هنا مثلا تعالوا اللي بدأت في مينيابلس. فمينيابلس ده مثلا ده برضو الجدول ده من RSMIS 2019. فانا بيعمل ايه؟ بقولك والله المكان فلما خلينا نخش على الأفرج على طول دي برضو مقسمها بنود وكده فخلينا في الأفرج. فالأفرج بتاع الأفرج بتاع مينيابلس total الفاكتور بتاعها 106.9. يعني الفاكتور بتاع الكوستا مينيابلس 106.9. ولو مثلا حتة تانية مثلا زي مثلا ديترويد مثلا ليكس الفاكتور بتاعها 94.8. فتبقى عبارة عن ايه؟ لو أنا مثلا عندي مشروع مثلا بعشرة مليون. بس عشرة مليون ده كان في ديترويد ليكس. ودلوقتي أنا عاوز أعمل adjustment عشان خاطر أخليه في مينيابلس. فتبقى الكوست القديمة بتاعتي اللي هي بتاع ديترويد بعشرة مليون. وعاوز أنقلها دلوقتي لمينيابلس. فهعمل ايه؟ هجيب الفاكتور بتاع مينيابلس. ويبقى هو ده الفاكتور الجديد بتاعي. هيبقى هو اللي هنا 106.9. واقسمه على الفاكتور بتاع المكان القديم اللي هو متاخد منه العشرة مليون أو الكوست القديمة بتاعتي. اللي هي 94.8. فأنا كده عملت ايه؟ أنا عملت factorization للكوست عشان أنقلها من اللوكيشن القديم بتاعي اللي هو ديترويد ليكس لمنينيابلس. فده مثلا إزاي أنا بصحح لللوكيشن. نفس الكلام لو أنت هيبقى عندك في الديتا بتاعتك أنت في الشركة بتاعتك. بتلاقي مثلا مشاريع مثلا اللي بتعمل مثلا في العالمين الجديدة مثلا. فلو أنت عندك database هتقول والله المشاريع دي بقى ليها فاكتور معين. بينما المشاريع مثلا هتعمل مثلا في العاصمة الإدارية الجديدة أو بتتعمل في التجمع الخامس. يبقى ليها فاكتورز مختلفة. بتجمع ايه تجيبها ازاي؟ إنك بتجيب المباني المشابهة دي يوقف في المكان ده والمكان ده والمكان ده. دي يوقفت عليها بكام ودي قفت عليها بكام ودي قفت عليها بكام وفي النهاية ببدأ أستشفي فرق الأسعار شكله عامل ازاي. فده كده بالنسبة للوكيشن. فمسلا حاجة مثلا أنا هنكلمة عن منطقة العربية بتاعتنا مثلا. دي مثلا database بتاعت الشركة اللي هي EECOM. فمسلا فأنت مثلا عامل ممكن تستعمل database بتاعتهم حتى لو هي مش مش directly location فاكتو تستعمل. فنفس الكلام لو مثلا المشروع ابو 10 مليون ده كان في هونج كونج وعاوز تعمله في دبي. فتعمل نفس الحركة العشرة مليون مقسومة على الهونج كونج اللي هو هيبقى أربعة خمسمية مثلا مضروبة في دبي اللي هي تبقى 1900 ولا 1200 إن كان. فأنت في نهاية بتغير بتعمل إنك بتضرب الرقم في فاكتور وتقسمه على فاكتور تاني أو بتضربه في رقم وتقسمه على رقم بحس تعمل تنسيب. تجيب نسبة ده من ده قد دي. نفس الحركة ممكن تعملها برضو مع أنواع المباني. أسف مع الدول حسب نوع المباني. فمسلا لو في دول خليج يعني. فالإمارات أو السعودية أو قطر إلي خلاخ. الشكل المثالي هو لو أنت عندك فاكتورز. لو ما عندكش شكل المثالي بتبدأ إن أنت بتحول تشوف الديتا المتاحة إيه بالنسبة لك. سواء من تقارير حكومية سواء من تقارير شركات أو تقارير شركة بتاعتك أنت. وتبدأ تطلع منها الديتا اللي أنت محتاجة. فده كده أول مثلا كوريكشن. تاني كوريكشن بالنسبة للوقت. فالوقت أنا عملت مشروع السنة اللي فاتت غير مشروع عملته السنة دي. بعمله السنة دي غير مشروع معمول مثلا في 2010 وهكذا. فليه كده شكل. الشكل بتاع مثلا بتاع الـ RS means هو مثلا بيديك فاكتورز. بيعمله برده بشكل فاكتورز. فبيقول لك والله مثلا لو جبنا نفس المشروع أبو 10 مليون ده. كان معمول مثلا تعالى نفترض مثلا أنه مثلا كمعمول سنة 2005. وخمسة وأنا عاوز أعمله دلوقتي في 2019. هنا اعتبر دلوقتي 2019 مش وعشرين عشان خاطر ريحة بنستعمل RS means 2019. عشان كوفي رايت سوكي. فهتعمل نفس الكلام هتجيب تقسم على الفاكتور القديم وتدرى في الفاكتور الجديد. فالفاكتور الفاكتور بتاعها هتجيبه. جيبه لعشرة مليون هتدربها في الفاكتور بتاعها 2005. وهتقسمها على الفاكتور بتاع 2019. نفس الحركة بتعملها بزرق. بتعمل تنسيب نسبة وتناسبة. ممكن يكون لها شكل تاني. مثلا لو أنت مثلا نديمي الديتا بيس على شركة كولورز. فمديك الموضوع بشكل مختلف. إتلك بص. الخشب زاد من 6% لتنشر في المية. هو كانوا بيعملوا حصر للأسعار في الإمارات من 2017 إلى 2018. تكلفة الكابلات الكهرباء زادت بكزة. المواصير بتاعت pvc والupvc زادت بكزة. تكلفة الديزل زادت بكزة. فأنت في إنها تدع تنسب التكلفة بتاعتك للشكل الجديد. هتليقم مثلا في الآخر ما ستعملين برضو total بشكل عام. الأسعار بشكل عام مثلا زادت من 3% لـ 5%. فأنت في إنها تخذ 3% لـ 5% دي لو أنت بتقارن مثلا مشروع قديم من سنة 2017 وعندما تعود استعمال سنة تاني في 2018. فده تاني أو دي تاني فاكتور للcorrection بتاعي اللي هو الـ time. تمام. حاجة مثلا دي مثلا حاجة مثلا خطخصة مثلا بالـ data بتاعت مصر. من CEIC. بينها مثلا مركزين مثلا في الـ construction sector بتاع مصر في القاهرة. تكلفة الـ labor نفسها أخبار بتزيد قدية وبتلقى قدية. فهتلاقي مثلا جات مثلا 2010 مثلا قلت جامد مثلا وعلي كده زادت. فأنت ممكن تستعملها دي كفاكتورس. طبعا هنا مثلا بعد الآخر 2016 عشان التضخم اللي حصل فتلاقي التكلفة زادت جامد. فنفس الكلام أنت بتحاول تتعمل الـ data بتاعتك. هل في data متواجدة للناس عن متل ما يفتعت شركات موجودة للكلام ده؟ على حد علمي ما عرفش ما ظنش أنا بقلي فترة صراحة يا كزا سنة منقطع عن السوق في مصر. فعلى حد ما انقطعت ما كانش فيه. ممكن بعد ما انخلص لو حد عنده إضافة يضيفها وأعلى مني بالسوق يقدر يقوله. بس بشكل عام دي طريقة التعاملك مع الـ data إذا تبقى ماشي الزيب. تمام بالنسبة للحجم أنا دلوقتي عاوز أعمل adjustment للحجم إن الموضوع مش خطي. يعني مش مثلا لو هو مثلا مبنى مساحته 500 متر تكلفته X يبقى لو 1000 متر يبقى 2000 متر يبقى 2X. لا مش هتكون علاقة خطية فأنت برضو ممكن تقدر تعمل cost adjustment على حسب size. فده مثلا المثال بتاع RS-means هو برضو مقسمه على حسب شكل مبنى ومتديك والله الـ median cost وبعد كده وده typical size. فهو بقولك يعني الـ median cost دي مبنية على الحجم المتوسط وبعد كده انت بتعمل زبط factor على حسب النزمة بين الحجم التاعك انت والحجم المتوسط. فبتجيب الحجم بتاعك تقسمه على الحجم المتوسط وتجيب factor والفاكتور ده انت مثلا فرق size factor مثلا تطلع مثلا بواحد. هنا مثلا تطلع باثنين الضعف فبتخش منه وتجيب ساعتها فالتغيير في الكوست تطلع 0.95 فزي ما انت شايف العلاقة مش خطية. مش معنى ان الحجم بقى الضعف يبقى الكوست هتزيد الضعف انها مش واحد لا هي 0.95 فمختلفة. بس يعني انا مش بداخل بالتفصيل OFD انه دي كده كده في السوق الامريكي مش في السوق العربي. بس دي يعني فكرة كويسة ونطيفة ان هي شغالة زي. انت بعد كده تستعمل الدتل عندك اي ان كانت وتبدأ تطلع منه. ممكن يعني بعد كده حابب يسأل يعني بشكل شخصي بعد كده يعني انا دتل اللي عندي كزا استعملها ازاي ايه احسن شكل استعملها بيها ممكن نتكلم فيها انفيش مشكلة. تمام. احد برضو الفاكتوس ما تكتعمل فيها ادجسمنت مثلا زي الماركت شينج. نرجعتني يعني اسهل واوضح مثال مثلا مصري مثلا لياه في نوفمبر 2016 لما حصل التعوين بتاع الجديد. فهنت في النهاية يعني الاسعار يعني ماشية بشكل الى حد ما يعني ممكن تتنبأه ومرة واحدة حصل جمب كبير جدا. انتقلت من حوالي 8 او 9 مش فاكر كان كام ووليت نفسك ب18 مرة واحدة. ودقيع لو ينزل وكلام مدي. فحاجة زي كده لازم تقودها في اعتبارك. انه ده مش مجرد تضخم لا ده حصل تضخم وحصل بفوارق في الاسعار. ان الاسعار ما طلعتش بنفس الريت بتاع التضخم. فحاجات زي دي دي بتفهمك مثلا يعني ايه الكوست فاكتور. ما ينفعش مسلا اقول الكوست فاكتور هو مجرد التضخم العملة كان بكام السنة اللي فاتت والسنة دي بقى بكام. فناخد تضخم لا. انت بتشوف تغير الكوست في الماركت كتوتن. فبدي بتختلف. تمام. طيب لحد النقطة دي كده احنا كده غطينا اول جزء اللي هو بتاع اليونت اللي هو انا انا بحسب الكوست عن طريق اليونت. وورينا ازاي بنستعمل الى الكوريكشنز او الاجسمنت عشان خاطر نخليها مناسبة للمشروع بتاعنا. تاني طريقة اللي هي كانت البرامترك. فهي عبارة عن ايه زي ما احنا قلنا. ايه هي البرامترز هي البرامترز اللي خاصة المبنى. فعلى سبيل المثال لو حاب نتكلم عن مبنى ساكني فانت يبع عندك كده محتاجة تعرف مساحة المبنى قد ايه. التشتيب بتاعه وشكله ايه. والتشتيب ده يعني ممكن بيختلف على حسب الكهرباء تشتيب الكهرباء تشتيب الميكانيكا البتاحها شكله ايه. تشتيب الدهانات كلام من ده. كام دور المبنى هل في بضروم ولا مفوش بضروم. زروف المشروع زي مثلا اليير السنة اللي بتعمل فيها. عشان تعرف التضخم والكلام ده. المكان عشان تحسب الفاكتورز واللوكيشن وهكذا. ممكن ده الفاكتورز كتير قوي على حسب انت لمودي انت تبني شكله ايه. فلودينا كذا مثال. فده مثلا ده مش يعني هو مش مثال ده حاجة تسويقية شركات بتعملها. تلاقي الشركة عصفحة الرئيسية يقول لك احسب تكلفة المبنى بتاعك. فده مثلا كانت شركة اسمها مراد في مصر. عامل الموضوع ده تقول لك والله انت اقولي المبنى بتاعك شكله ايه. فأنت بتقوله ارضي و 7 دوار ومساحت 400 متر وعندي بضروم. تقولك الكريت فهو قال لك المبنى ده بحوالي 5 مليون. ده رقم طبعا تجوزهي جدا. هو اصلا مش عامله من اجل التقدير المالي. هو عامله من اجل انه في النهاية يعني بيخليك واحد انت عاوست المبنى اتراكت للموقع بتاعك. طب بوصه وقولك عادة وانت عاوست تفاصيل طب بيدينا ايميل لك وانا بعتلك وكلام. بس يعني ده القسمة تانية. بس في النهاية ده شكل بارامتريك مودل بسيط جدا. ده مثلا شركة تانية كالاسمها زهران عامل نفس الكلام. بس مزودة شوي. انت بتقوله تشتيب سكني مثلا ومستوى الرابع او خامس او ثالث. فهو دخل معه مثلا مستوى التشتيب لوكس ولا سوبر لوكس والكلام ده. وعندك المساحة وعندك عادة طوابق وفي بدروم ولا مافيش. فهو قرائب المودل ده اللي اززود عليه هو مستوى التشتيب. فوالله لما عملت مبنى مساحته كذا كذا قال لي والله المبنى ده بارده باولمس بخمسة مليون. طبعا نشوف الفوارق يعني هنا مبنى ستمائة وثلاثين هنا مبنى ربعمية. هنا سبعة دوار. وانا ثلاثة وبالرغم من كده المستوى نفس التكلفة. طب ازاي فده يوريك قدي ايه البرامترك موديل لو هو يعني لو اديتوا دتاق ليلة هيتطلع لك ارقام مش قريبة اول. هو قوة البرامترك موديل عن اليونت بوست. كل ما زود البرامترز كونك فيه بارامترز اكتر كل ما يديك سعر اقرب للدقة. طبعا نحن حاجة مثلا من اللي موجودة مثلا دي مثلا كالكولياتور موجودة عن نت. بيستعملوه في امريكا مثلا cost to build. فدي لقى بيطلب منك variables كتير. فكل ما بيقطر variables كل من قسم بتاعه بقى ضق. فهنا مثلا بيقولك مثلا بيسألك على مين floor شكله ايه. اللي هو plan بتاع البيت بتاعك شكله ايه. بيكلم طبعا البيتس البيوت اللي هي بتاعت ال style الامريكاني. اللي هي بتبقى ارضي مثلا واول وكلها خشم. بيطلب معلومات عامة للمشروع. هتعمل مثلا براندا شاعمل فراندا كلام من. هتعمل بادروم ولا لا او شكله ايه. هتعمل الجراش ولا لا. الدور العلوي شكله ايه. المضمخ تشتموت شكلها ايه. الحمام شكله ايه. الفينيشز كلام من. فتبسا بيسألك مثلا على ال area قد ايه. مثلا مساعات كلية كان فيت. ارتفاع الدور هي بقى قد ايه. هتعمل slab and grade. او هتعمل بلطة اللي هي عادية على الارض ولا لا. هتعمل بورش قدام البيت ولا لا. او مساحتها قد ايه. هتعمل cover deck ولا لا. هتعمل ميول الروف بتاعتك بشكلها ايه. يعني هتبقى شكل مودي خيارات كتير تختار منها. فيه كام حمام كامل وكم تلت تربح حمام عندك في الشقة. واكسا وكانوا كتير اوي يعني. فانا مسلا نقييتي الحبة دول. في الناياه هو زاوب parameters. كل ايه بيسألك parameters. ومنها في الناياه بيعف تجيب تقدير مبدئي. هو عمل ازاي. هو كأنك عمل معادلة كبيرة اوي وفيها factors. فانت في الناياه كل factors بتحسبه الوحده. وبتجيب المعادلة دي في الاخر بكامل. ده مثلا بتاع اللي هو الاي اي 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 سي اي اي. ده يعني مودي العطيق. معش عارف عندهم من اربعة او تسعين حاجة زي كده. هم قصلا بطلقوا يستعملوا. يعني حط اللينك بتاعته وحطيتها من الويب اركايف. بس مثال لطيف برضو. فده مثلا هنا مثلا بيسألك ايه. المساحة ادي. وهو قبل ما يسألك السئلة دي. هو اصلا فيه يعني فيه صفحة فيه. زي ماني والصغير قبل كده بيقولك فيه. توصيف كل حاجة من دول. يعني ايه ليزو. يعني تحسب ازاي المساحة المستعملة. هل مثلا بتحط فيها ايه ومتحطش فيها ايه. عشان تعتبر المساحة دي. تعتبر المساحة مستعملة. بس فده مثلا ده مثلا ده مثلا انا عملت مساحة المستعملة كزا. ارتفاع الدور مثلا اتنشر. هنا طبعا نافيت تشاهد المساحة الامريكاني. كم دور نسبة. ده بيكلم عن من الاداري. فبيقولك نسبة المكاتب قد ايه من المبنى. نسبة الويت لابس. ويت لابس مثلا زي لو فيه معامل او كلام من ده. او حتى ممكن بيعتبر المطابخ والحمامات ممكن يعتبرها ويت لابس. عشان مستوى التشتيب. دري لابس. لو فيه معامل جافة. او مثلا زي معامل كمبيوتر مثلا كلام من ده. المبنى كله مبرد ومكيف ومدفق ولا لأ. ان هناك في امريكا لازم افيت تدفئة. طبعا حسب الولايين. بيحسب مثلا حاجة مثلا بالكورنرز تحت المبنى. انه بياخد مستوى التعقيد. المبنى فيه كم كورنرز. فالمبنى شكله مربع بقى فيه اربعة كورنرز. لو مثلا المبنى شكله مثلا ال مثلا فيه ستة كورنرز وهكذا. وابدأ يسألك بقى على الاشكال مثلا. على الاشكال التحميل بتاع المبنى مثلا. فالتحميل قد ايه بتاع السوبستركشور اللي هي الاواعد. عشان مينة يبدأ يطلع تكلفة مبدائية للأواعد تكلفتها قد ايه. بعد كده نفس الكلام بتحميلها بتاعت السوبستركشور شكلها قد ايه. عشان يجيب تكلفة المبدائية للخرصنات. الفينش بتاع الاكستيريور شكله ايه. الفينش بتاع الانتيريور. فهو مثلا بقولك هنا مثلا في الانتيريور مثلا. هاي كواليتي هاي كواليتي داش او سلاش هيفي جيوتي. هو معرف بقولك والله دي شكلها كزا كلام مندها نوحها كزا في التعريف بتاعه. بقولك الاسكاليشن انه هو عمل الموديل ده في خمسة وتسعين ففي النهاية عشان تستعملها بس سنة الفين فبتعمل الاسكاليشن فاكتور زي اللي احنا قلناه في الارس مينز بتاع السنين. فهتقسم ده على ده تجيب الاسكاليشن فاكتور. بتطلع مثلا 1.2 مثلا. اللي حصل يعني الزيادة في الاسعار من خمسة وتسعين لألفين كان 1.2. وعلي كي بقولك والله اللوكيشن هالي منطقة قروية او منطقة متوسطة او مدينة كبيرة. ممكن انت تستغنى عن ده و تستعمل انت الفاكتورز مثلا لو انت عاوس دقة اعلى شوية الفاكتورز احنا ورناه من شوية بتاعت الارس مينز بس بس وفي النهاية تقول والله بتاعت شكلها كده تقول لك الكالكليت. فده زي أهلة حزبة كده بتديك تقييم سريعي قوي تكلفة المشروع بتاعت العبكام بس فبيتطلع لك والله التكلفة مثلا هنا مثلا طلع لك مثلا فبيقولك والله الاساسات مثلا الإستيمياتيككوست كزا والكوست بير سكور فيكزا ونسبتها من total cost a day فالأواعد ويقول لك total المبنى ده يبقى كذا لكن في المتال مربع فيه بكذا فده مثال على الparametric model غالب الشركات عندها حاجة زي كده طبعا مش لديك تبقى شكل model model غالبهم تبقى شكل مثلا sheet excel او والله انت بتدخل في الأرقام هو قريدي بيحسب الحزبه وهو عامل نفس الحركة بزبطه وعنده أرقام بيدرب 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 المساحة في الرقم معينة بيدرب الرقم الرقم ده مثلا factor مثلا في 1.1 مثلا لو انت مثلا اخترت مستوى اليه من الفينيش بيدربه بعد كده في 1.2 لو انت اخترت مستوى أعلى وهكذا وهو في النهاية ممكن تعمل على sheet excel اللي عندك في الشركة لو انت عندك enough data عن الموضوع ده بس آخر طريقة اللي هي partial take off زي ما احنا تكلمنا ان انت بيكون عندك يعني design partial عندك جزء بال design خلص بس مش كله وبناءا عليه بيبقى عندك جزء الكمية فانت عندك partial quantity انت عندك مثلا حصر مثلا الخرصنات مثلا اواعد واول دور بس فمنها والله بتدقى تستشف والله تكلفة الخرصنات كلها كام او اللي انت ممكن فيه ناس بيتعمالها بطريقة تانية يعني عندك طريقتين للحسابات فيها فيه ناس بتعملها تقولك quantity بتاعت الparameter يعني انت عندك جزء من الخرصنات فبتجيب بيه بقية تكلفة الخرصنات قد ايه عندك جزء من التشتبات فبتجيب بيه بقية تكلفة تشتبات قد ايه او فيه ناس تقولك لا انا بعمل يعني حساباتي لو انا عندي تكلفة الخرصنات بقدر ممكن اتشفي بيها بقية المبنى قد ايه كله انها الخرصنات بتبقى function في الاحمال وfunction في المساحة بتاعت المبنى والكلام ده فانت بس اديني بس يعني تكلفة الخرصنات وانا بالpartial take off دي هقدر يعني اعمل estimate شوية طبعا دي هتبقى اكتر دقة ان انت تعمل كل بندب لوحده بس كده وديه طبعا السورس ورفرنسي وبحطه في الاسمال دايما لشان الامانة العلمية او لوحد حابب يرجع ورايه او حابب يرجع للمصدر معين اما فديه المصدر بتاعتنا وبس كده وجزاكم الله اخير على الاستماع جزاكم الله اخير على الاستماع جزاكم الله اخير يا دكتور ان شاء الله يكرمك ان شاء الله الى احد عم تسأل ما تسكره موت غير موت خليcken موت كريم اذكرم الئبا تسمون انم استفاع سعرها مثلا وفيه حاجات مش عامة. كمان? كده المؤيسة ان انا سعرها بطور السعر ده مش مصبوط. هو اماية بقى هيفهم ازاي اصلا ازجان السعر ده مؤيسة. لا ده لسه ما اتكلماش فيه. احنا بنتكلم في الرفق استميتي. احنا لسه بنتكلمش على مؤيسات احنا بنتكلم بس مثلا الحاجة مثلا زي الفيزابيليتي استادي. انت اصلا تقرر هتخدش في المشروع ده ولا احيانا بنتكلم في ارور ممكن يوصل لمية في المية. يعني الموضوع يبقضلها فيها. ده يعني لا اقول المالك. يعني المالك مثلا بيقرر مثلا من عاوز ابن عمارة فهتقف على يبكام. فهو في الناية ده هو بيسأل السؤال ده. زي ما انت يجي مثلا واحد صاحبك مثلا وعرف انت مهند الشغل في الموليدة سيسألك. عاوزين نبني البيت عندنا في اكتوبر مثلا من اربعة دوار هيقف عليك بيك ويقف على يبكام. فانت انت اللي انت تتعامله في دماغك كده بحسابات انت عبارة عن ايه انت بتعمل موديل في ادناك يعني الديتا عندك اللي احنا نحاول نعمله هنا احنا عاوزين ناخد الديتا منكم كل الناس بخيباراتها لاتيك وحط الديتا وتعالى نعمل زي الا حسبة لنا نحسب نحسب بعدك نقدر نعمل تقييم ادق ان انت مثلا ممكن تكون يعني قوي جدا مثلا في المباني السكنية زميلك قوي جدا في الفلال مثلا زميل الثالث قوي جدا في المصانع بيطلع استمت حلو حسب خبراتك اللي انت بتتكلم فيه دي حاجة تانية يعني لو فيه ميسنج ديتا في الديتيلد استمت يعني انت عندك ديتا ناقصة في الاستمت التفصيل اللي بيقى نفسه دي لأ يعني بقليها مصادر وتحول تجيبها كلام منده ونتكلم عليها بالتفصيل قدام يعني طيب شكرا جدا له تحت اخوة شكرا السلام عليكم الله عافية عليكم صحة الله وبركة الله عافية إذا سمحت عندي هوني سؤالي مثل ICOM المثال عطيتنا هي على ICOM هل هي هلا الـ Unit Custom وجهة للـ Developer ولا هي للـ Construction Company يعني مثلا الـ RS means طبعا هو كتاب ضخم ومبين انه بده Professional هو للـ Construction Company بس المثال ICOM هل هو مثلا للـ Developer وتستفيد منه دار تستفيد منه إعمار أو هل هو الـ Construction Company التي يعملون مثلا في دبي عام؟ بس يعني هيكون ICOM طلعت الكلام ده نعم هي أكيد جوا عندها ديتا أقوى من دب كتير صح ده في النهاية ده اللي هو بيسموه تقريب لا مش عارف ده كان الـ Quarterly ولا الـ Total ولا السنوي ولا هو تقريب ربع السنوي أو السنوي هو مطلع تقرير والله بيستعرض الماركت وقول والله الماركت كذا وأخبارها وبيكنا على الماركت بشكل عام فأنا مجرد بورنيك مثال عن الـ Data available بالنسبة لك أنت هل معنى كده أن ندل عند ICOM؟ أظن لأ عندها أكتر من كيب كتير بس بالنسبة أنا بحول أفتكر سؤالك تاني مع ليش أنا أسف ايه أنا أصلا إنه لمين موجه هالمعلومات؟ هل هي موجه هالمعلومات؟ دي مالك ولا للـ لكلا هما يعني هو في النهاية بقولك التكلفة بكذا تمام يعني هو في النهاية يعني أنت خلي بك أحب نعمل رفق استمت فأنت في النهاية بنتكلم يعني المكسب يبقى كم في المية؟ لا الظلوط أنه يعني ضيف العشرين بالمية تبعيتي علي على النهاية نعم فأنت أصلا بتتكلم أنت قد ضيف عشرين في المية وهي أصلا كيه كيه الـ Accuracy قد تقل أو تزيد بخمسين في المية فالرقم يعني يعني في النهاية زي أقولك اللي بنحاول نوصل فيه ده إنك تقول إيه المبنى ده مثلا يتراوح مثلا من من عشرين لخمسة وعشرين مليون فأنت أصلا المكسب بتاعك مثلا من عشرين لخمسة وعشرين ده معنى كده مثلا مكسبك مثلا 2 مليون مثلا لو أنت مكسبك عشر في المية مكسبك مش الـ Overhead فمكسبك عشر في المية فهي حاجة مجرد يعني تقطيرية مبدئية هنخش في التفاصيل بعد كده هتلاقي الوضع يختلف تماما يعني هلأ مثلا بأميركا بغير دول حتى نوعا ما بالإمارات أو بعض الدول بالخليج خلينا نقول فيه داتا ثم من نجي مثلا على بلدان عربية تانية بيكون ما فيه من وجه النظر الشفافية بالمعلومات هل يعني إن شاء الله ببحثك هلأ الفكرة اللي أنت طرحتها أنه ناس عندها خبرة بالفيلات بالأوتيلات هل فيه هناك منهج أنه واحد يجمع معلومات بشفافية أكتر؟ هو ما ظنش الموضوع فيه إشكالية في الشفافية يعني ده شغل مقاولين أي شركة يعني أنت يعني أصلا ما فيه شركة مقاولات بتجي وبتقل لك أوكي أنا هدا كلفني هيك يعني ما فيه عنا بصراحة هاي الشفافية أنه يطالع لك المعلومات لا يا مش ركاية شفافية هي حكاية أنه يعني هو كده بيبيع الدتا بتاعته الخصم يعني الشفافية في إيه يعني مثلا الأرس مينز ده مش شركة مقاولات لو كان شركة مقاولات مش هيطلع ربع الكلام ده ده هو لا يعني هو عمل إيه؟ هو لما بيجي بيجي يسألك أنت في الشركة أنت تكلفة متر رخام عندك بكام؟ فأنت ساعة ممكن تجيب هذا السؤال إنها ما ينفعش أنت تقول تكلفة متر رخام بتاعك بكام؟ والخرصانة بكام؟ وكل حاجة بكام؟ فأنت ساعة أنت يعني بيطلع كل حاجة بره بيجانب هو لما بيسألك هو فيه زي حاجة زي اتفاق ما بينكو إن الحاجات دي تبضل سرية يعني هو في نهاية لو بيخد منك متر رخام بكام؟ ما بيقولش متر رخام بتاع شركة الأخ أحمد بكذا؟ لا، لو بياخد أمطار رخام من الناس كتير ويبدأ يعمل استيس كأنالسيس ليها ويقول في نهاية الرقم التقريبي كذا إنها مش هقول شركة فهي الفكرة برضو يعني عشان منظلمش الناس ما هي في نهاية هي منافسة بس في شركات عندها ديتا وبتطلح مش عارب تطلحها ولا لا دي صراحة يعني أنا عرف مثلا شركات مثلا في مصر مثلا زي المقولين العرب عندهم ديتا بيز كبيرة وفي ناس أكيد بتسمعوا دلوقتي المقولين ممكن يعقبوا على كلامي مثلا لو انت مشغل في مشروع مثلا تابع للقوات المسلحة مثلا في ديتا كتير بس الديتا موجودة وبالعكس يعني لو في واحد مثلا يعني عاوز يعمل مشروع بيزنس لي مثلا والله لو مفيش حاجة في الماركت مشابهة للكلام بتاع الأرس مينز دا قد ما نعمله يعني لماذا؟ طب خد يكون فكرة شكرا الله عافية الله يعافيك شكرا الله تحدي عندنا يسأل؟ اه بش متساعدة التوفيق النور العرب طيب فلسكت حضر الخبراء اه السلام عليكم عليكم السلام الله برجاء بش مانتس زي حضرت بنشخرك جدا على المعلومات ديت ويعني ربنا يجعلها من العلم النافع انت بتنفع بالناس بإذن الله الله يبرك بمسيك الله كل خير بإذن الله ان شاء الله بس ردا على سؤال حضرتك طبعا فضل لو مفيش شركة بتطلع ايه الاكشوال كوست او المعلومات بتاعتها بزبط لان كل شيكها بتحتفظ لنفسها بطريقة التسعير بتاعتها طبعا فأو المقولان العرب عندها يعني كبرة و لكل كيس بيبقى السعر بيتختلف من من مكان لمكان ومن وقت الوقت وبنفس الطريقة اللي حتاك شرحتها بالزبط يعني. الحمد لله. بس طبعا المتر المسطح في الكباري غير المتر المسطح في الطرق غير المتر المسطح كل حاجة عندنا لها ريكورد. ولكن برضو مع الطايم ومع المكان اللي فيه الكبري او فيه المنشأ بيختلف السعر. واتلاقي كل شركة لها دلوقتي داتا بيز خاصة بها. وقت التسعير بيسعره بيعمله. هو كان سؤاله وممكن حدك حتى تفيدنا في النقطة دي من خبرة حضرتك. هو كان سؤاله لو انا شغال بس انا مش شركة كبيرة زي المؤولين مسلا. اجيب داتا زي دي منين. لو انا شغال في مشروع في مصر. وانا مش شركة كبيرة زي المؤولين فما عنديش داتا بيز. ايه المصادر اللي ممكن اجيب منها داتا؟ هو فيه مصادر الجهاز المركزي للتعباء والاحصى بيطلع نشرة عن اسعار المواد والخمات كل شهر. بتطلع وممكن يحصل عليها برسوم بسيطة. فيه حاجة اسمها الجهاز المركزي للتعباء والاحصى. احنا بنجيب نشرة متوسطات الاسعار ونشرة الارقام القياسية. كل شهر ممكن هو يحصل عليها سهل. هو ده انا عمل حسابي اصلا يعني وهتكلم عليه في اللواء في التفصيلي. ولكن احنا بيتكلم على المجمل. هل فيه حاجة مجملة زي اللي احنا مسلا وردناه هنا في السلايدز بتاعتنا. حاجة بس يعني تقول والله متر المربع بتاع المباني بكزا. مجرد اللواء بالزبط. مش حاجة تفصيلية. انا عارف ان الجهاز الاحصى بيطلع اسعار تفصيلية. ولكن لو. لا هو بيطلع ما بيطلعش اللي هو المجمل ده. اه. طب هل مافيش مصدر تاني غير جهاز الاحصى حددك ترشحه? ولا مفيش? معلوماتي مفيش يعني. كمان. مفيش اجهزة او مكاتب بتعمل. معاني ده الكلام ده مطلوب فعلا يتم. لكن هو غير لحد الوقت غير متواجد عندنا في مصر. تاني. ماشي يا فندم والف شكر. وشكرا للمونتس اوامر على اتاحة البطلس. الله. شكرا لحديك على اضافة الادف تاني. شكرا لحدي اوامروام على المحضرة الجميلة ديت. هنحن هنحط الرابط دلوقتي بس اللي الناس يشدني شهادت. جميز اوامرس همين عندي سؤالي؟ جميز احمد؟ انا فتح المايك لو حدا هيتتكلم فيه صباح عليكم متشكر جدا للمحاضرة دير عليك السباح طلب بركاته وشوان اسميني لا صباح طلب انا عايز اعرف كل بند من البنود احدد سعروا ازاي اريد اقلقت شوية او اقرب من الوقوف مصري ده التفصيل اللي هنتكلم فيه Microphone بعد المحاضرة دي ان شاء الله. المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم بتاوية التفصيل. انا نتكلم على كل حاجة يعني بالتفصيل انا بحسب ايستكlett على ساعة العمالة. تكلفة اشتركوا في القناة 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 لو عايزة هتفضل يعني بس يعني لو انت عاوز رفرنس زي ما قلت في الاول يعني خش على برفوي ونال يعني رفرنس مخيف يعني بس ماشي لا ده مش رفرنس ده الالكشنري واعديش مش كيره يعني ما انا مقولتش حاجة عزيزة انا بشكرين لو حضرتك في اخر كل محاضرة مثلا خلاصة او عالجروب يعني وتدينا اللينك بتاع وتحط انها خلاصة عالجروب يعني اي حد عنده سؤال او اي حاجة ما عندش مشكلة يعني خلاصة عالجروب اللي عاوز مثلا لحطها له عادي عنده سؤال وانجواب عليه مفيش مشكلة مش مشكور جدا دكتور وشاكريين مجهود اخوة تحت اخوة مش مهندس لها نرمين مش مهندس لها نرمين او انا صعف عليكم او انا صعف عليكم او انا صعف عليكم مهندس لها شكرا مش بنسع المحاضرت الجميل تحت عمرك تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل ينفع ان نعمل نفس البراماتيك في مصر؟ بمعنى اشوف مثلاً لو استشفى في دبي او في دولة دروفة عربة مصر ونضربة في نسبة او فاكتور ولا هيكون غلط والتسعير بعيد من بلد لبلد يعني انت بتقول مصر ودبي يعني انت عاوزة لدينا بتاع دبي المصر؟ او يعني اشوف مبنى يكون مبنى قريب في الشكل مثلاً ونبدأ ناخد نفس التسعيل اصلاً انت كده يعني انت زودت اللير زيادة يعني انت بعد ما عملت البرامتريك موديلينج انت لازم بعد كده تاخد اللير بتاعت اللير بتاعت البرامتريك موديل ده انا عايز ارمن بلد لبلد هل اصلاً البرامتر ده فى نهاية في مصر ووزن الفارامتر البتاع العمالة البرامتر غير وزن الفارامتر البتاع العمالة lever by invest امستعمل موضوع اغلى عمالة غير في مصر أغلى الحاجات التي تعتبر الماتيريال المادة الخام يعني في أمريكا مثلا وانت بتأجر لودر أجرة السواق أعلى من إيجار لودر نفسه في اليوم تكلفة السواق بتقف عليك أكثر من تكلفة المكانة نفسها في اليوم فعشان هنقل المنهائل هنا فانت كأنك خدت التوتل ورميته على التوتل وكله في النهاية دوابول بس يعني هيأثر في الدقة جامعة تماما ماشي طبعا ماشي طبعا ايه السؤال تاني؟ باشواندس خالد بعطلكش السؤال بتاعه انه موبايل المايك بتاعه فصل عشان ما يصحش نقفل من غير ما ناخد سؤالك باشواندس خالد طب ايه حدا عنده سؤال انا فتح المواك للناس اللي عايز بس تماما دكتور رامتاليكم اذا كل الاسئلة تماما دكتور خلاص ممتاز ان شاء الله وشوفك المحاضر الجاي بإذن الله، والأتمنى للناس بس تملى الجدول، تملى الاسيبيات دوت، عشان الشهادات والجروب موجود هتقبل دكتور بقى أعلى خدام سعيد تمام، مع السلام مع الله وعليكم ماليكم السلام، الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واحد قنقر نانسي قنق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة